اهلا وسهلا من جديد الناس اللي عندهم الام في الكتف بنتكلم اليوم عن الام الشائعة في الكتف وخصوصا احيانا تكون عندها الرياضيين تظهر عادة بسبب الاصابات المختلفة اللي ممكن يتعرضو لها خلال مبارياتهم او حتى ممارسة الانشطة الرياضية تشخيص الام الكتف ونوع الاصابة يتطلب الرعاية الطبية اللي تتضمن دواء وايضا علاج طبيعي في حالة الاصابات الرياضية والمتوسطة والخفيفة وقد يلزم هذا العلاج فترة معينة قبل مرحلة التعافي من الالم والعودة لممارسة الرياضة مرة اخرى احنا بنتكلم عن هذا الموضوع بالتفصيل مع ضيفنا في الاستوديو اختصاص الطب الفيزيائي والعلاج الطبيعي في مركز نم سي بروفيتا الدكتور حسام طعمة صباح كله بالخير يا دكتور أهلا وسهلا فيك معنا اليوم الله خليك شكرا استضافي يعني مشاكل الكتف مشاكل الركبة اللي هي المفاصل هذه عادة من اكثر الامور اللي فعلا تقلق الناس صحيح وتضايق في الحركة بيحرك ايديه اكثر مشكلة دكتور تشوفها منتشرة وشائعة من الام الكتف ألم الكتف هي ألم متعددة هلا اذا بنحكي شوي على تشريح الكتف جايب معي مجسم أيها حلو تمام نعرف أنه هي الألم الإنسان بيقول أنه عندي ألم كتف بيحط يدع كتف وعنده ألم أيها ما عام يحسين يتحرك بس وين المشكلة ما بيعرف هو وين المشكلة أهم شغلي بالعلاج نحط التشخيص الصحيح وبننطلق من هذا الموضوع لا حتى نحط العلاج الصحيح للموضوع حلو طيب دكتور بما أنك جايب المجسم خليني نستفيد منه تشرح لنا شوية إيش أكثر المشاكل اللي تصيب الكتف أول شي نحن عنا هذا الكتف هذا الكتف اللي هون تمام هاي المنظر من الأمام طبعا هون في الأمام الصدر والأضلع على أي كاميرا على هديك تمام هون في عنا نحن من الأمام الصدر والأضلع ففي عنا الكتف بالأصل هاي الدراع محاط بمجموعة عضلات نسميها الكف المديرة لأنه هنا أربع عضلات مثل ما أنك شايفي بحيطوا برأس العضد من كل الجهات أيو عرفت عليها شون فأي حركة من حركات الكتف هي العلاقة بهدولي أهم عضلية من هاي العضلات في العضل من الخلف هون لأنه بتنزل تحت هاي العضمي اسمها السوبراسبانتوس أو عضلية فوق الشوك هاي هي أكتر عضلية بتنصاب أو أكتر وطر بينصاب هاي هذه اللي فوق هذه اللي بينصاب خاصة عند الرياضيين لأنه معظم الحركات هتكون فوق أيو تمام ولما تتحرك المفصل هيك لفوق يصير في ضغط زيادة على هذا الوتر وهذا الوتر هو اللي بتأذى أكتر شي أيو بس نحن لما بدنا نحط التشخيص في عنا عدة وسائل أول شيء الفحص أيو القصة المرضية التفصيلية بعدين الفحص السريري وبعدين أحياناً نلجأ للألترا ساوند أوكي الإيكو من نشوف العضلات من نشوف الأوتار من نشوف المكان الإصابي وبعدين وأحياناً نلجأ من نطلب رانين مغناطيسي أو منحط التشخيص وبعد ما نحط التشخيص عاد يبدأ العلاج طيب دكتور بس أبغى أوقف لحظة هنا أنت قلت أكثر عضلة هذه العضلة اللي تكون تمام ممتدة من هنا إلى الرقبة يمكن صح؟ صح عشان كذا الواحد يحس إنه إيوة حتى مرات الرقبة تتأذى من هذه اللي عندهم مجسمات لإجابة لكل الأسئلة هاي عضلات هاي عضلات الظهر تمام فأنا هي عدة طبقات لما أوصل للطبقة المتوسطة أو العميقة شوي ملاحظ هاي الكتف لنفسه هذا المجسم ملاحظ أنه لوح الكتف عنده ارتباط مع بقية أطراف الجسم مع العمود الفقري بعضلات تاني وفي عضلات بتطلع على الرقبة تمام وبالتالي أنا لما بدي أعمل فحص أنا ما بكتفي فقط بفحص الكتف بحد ذاته بفحص المنطقة كلها ياتل حوالين أعلى الظهر ومنطقة الرقبة تمام لحتى أعرف أنا مصدر الألم من وين أحيانا بيلتبس علينا بيكون المصدر الألم هو بمشاكل بالرقبة بس عم تعطي انتشار للألم لمنطقة الكتف أيوه وأحيانا بتكون من مفصل الكتف نفسه أيوه لذلك أنا لازم ميز من وين مكان الإصابة حتى بالعلاج لما بدي أبدأ أنا إعادة التأهيل بيبدأ أول شيء بمعالجة الالتهاب والألم لكن لما أبدأ تمارين بأخذ بعين الاعتبار حركة هدول العضلات اللي عم تتحرك وعم تحرك لوح الكتف دكتور أكثر أسباب الإصابة يعني أنت قلت ممكن الرياضيين حتى لو هو بيتمرن بطريقة يعني ما سوى حركة غلط ممكن تلتهب كمان في عنا نوعين للإصابة خلينا نقول أو سيناريوهين للإصابة أحيانا بتكون في وزن تقيل أو حركة عنيفة قوية أو سقوط فهذا حدث مفاجئ بيعمل إصابة أيوه وأحيانا في أزيات صغيرة بتتراكم بتعمل ألم بسيط وبيروح فبيتجاهل الرياضي أو حتى الشخص العادي بس هي عم تتراكم مع مرور الوقت بتصير مشكلة كبيرة بتصير في أزيات يعني الواحد المفروض من أول ما بيحس بألم على طول ما يتركه بدل إذا الألم شديد مباشرة لازم يراجع إذا مو شديد إذا شوي شوي أو إذا صغير بس مثلا تكرر مرة مرتين لازم يراجع حتى بيكون فيه غلط لما يصير فيه ألم معناتها فيه مشكلة معينة بس الرياضيين اللي ممكن يتعرضوا لهذا النوع من الإصابات ولا فيه أسباب ثاني لا في كتير ناس في مهن بحد ذات عطول عندها هاي الإصابة طبيب الأسنان لأنه على طول عم يشتغل ورافع إيده الكوافير وحلاء الشعر كمان على طول الدهان مثلا فيه ناس بتنام وإيدها تحت المخدي ورافع تلفه أيوه تمام فيه ناس بتحب تسوق وهي عم تسوق السيارة دائما إيدها على البلور على الشباك ورافع إيدها بشكل مستمر فيه كتير فيه كتير أسباب يعني للإصابة الحركة يعني هي أكثر شيء بتضبط بتضبط طيب دكتور يعني ما تنصح الواحد يكون معا يده كذا بفترة طويلة أو ليه يش صحيح إيش ما بنصح لازم ننتبه لهذا الموضوع إيوه حتى اللي يلعبوا تنس أعتقد أنا بسمعته مرة هاي كتير فيها الناس اللي بتلعب بادل الآن من الأشياء المشهورة ترند الحين صحيح صحيح إذا الشخص ما نهو مزبوط عامل إحماء مزبوط وما عنده لياقة مزبوطة بدا تصير فيه إصابي أوكي مثل ما قلت لك الإصابي العلاقة بكيف الكتف عم يتحرك بطريقة طبيعية في شيء اسمه البيوميكانيك أو الميكانيك الحيوي الحركة بتبدأ من الظهر بعدين للوح الكتف بعدين للكتف أوكي فهي السلسلة من الحركات لازم تكون متناسقة بشكل كويس طيب لو اكتشفت إنه فيه التهاب فعلا في المنطقة إيش الحل المفروض أحيانا أول شيء منبليش بالأدوية المضادة للالتهاب بجرعات بسيطة ومنشوف تفاعل المريض وتحسنه أحيانا ما بيمشي الحال ما بتشفى الإصابي ويظل الالتهاب موجود نطلب علاج طبيعي معه كمان ما بيكون موجود منلجأ للخطوة اللي بعدها ممكن نعمل حقن منعطي شوية كمية صغيرة كورتيزون بمكان معين وهلأ حديثا صار عم نعمله بمساعدة الإيكو الألتراساون فنحن نشوف الوتر نشوف مكان الإصابي نشوف وين بدنا نحط الدواب الضبط دكتور أول ما تقول المريض كورتيزون المريض ينتفض يعني فيه دائما قلق ما بين كلمة كورتيزون وأي شيء ثاني خصوصا إذا فيها حقن متى تلجأ للحقن وهل هو آمن فعلا؟ نحن أول شيء لما بنعمل أي إجراء بديكون القصة المرضية كاملة ومنسأل الشخص عنده ضغط عنده سكر عنده ألم معدية عنده مشاكل مرضية تاني لحتى نحن نحط بعين الاعتبار هل بيتلقم نعطي الكورتيزون أو لا فهذا الشغل هاي الشغلية كتير مهمة اثنين نحن منلجأ للإجراءات الحقن لما يكون الخط الأول والتاني مثلا العلاج الطبيعي مع الأدوية الثانية مضادة الالتهاب ومضادة الوذمي بتكون ما عندها فعالية كتير فمنلجأ للحقن طب الكورتيزون ايش اللي حيسويه بالضبط؟ بيكون فيه التهاب كتير كبير بالمنطقة ومع مستجيب فالكورتيزون هو مضادة الالتهاب قوي نحاول نوقف الالتهاب فنحن لما نوقف الالتهاب بخف الألم بنحسن نلجأ بعدين نكفي إعادة التأهيل مع إعادة التأهيل ترجع تتضبط الأمور لا فيه أذيات تاني بيصير فيه تكلسات ويصير فيه مشاكل تاني في عنا عدة طرق تاني نستخدمها فيه الأمواج الصادمة فيه عندنا كمان لما يكون فيه أذية بالأوتار ممكن نحقن الـ PRP يلي هو البلازمة الغنية بالصفايحات مشان تعمل إعادة نمو وتجديد للخلايا الموجودة بالمنطقة وتحدث الشفاء كتير كويس أيوة نعرف إحنا الستات الـ PRP نحق نفوجي صحيح شكرا لدكتور يعطيك ألف عافية لكل المعلومات هذه شكرا لوجدك معنا اليوم يا هلا هلا أمساله شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة